السلام عليكم بعد كل ما حصل لهم ولبلادهم لمجرد أنهم سعوا إلى الحصول على نصيبهم من المشاركة السياسية هل استوعب العرب الدرس أم ليس بعد؟ وبعد تجلي هذا القدر من الأهمية السياسية والجغرافية لمنطقتهم وتسابق الدول الكبرى على تقاسم كعكة النفوذ في البلدان التي شهدت انتفاضات بعد ذلك هل ما زال العرب على عنادهم في انتزاع ما يرونه حقا سليبا وهو هنا حريتهم السياسية والفكرية والاقتصادية أم أن العرب ثابوا إلى رشدهم ومالوا مع رياح الواقعية بما يعنيه ذلك من التخلي عن مطلب الحرية إذا ما تعارضت مع وجودهم المادي والحضاري كما هو حاصل اليوم في نظر أكثر من مراقب مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب نحاول فيها أن نقيس حرارة الحب بين الشعوب العربية وبين الحرية في ظرف تاريخي حساس تمر به المنطقة أهي الحرية أم أنها الفوضى؟ أهذا ما كان يطمح إليه الثائرون في ميادين الربيع العربي؟ أم أن قوة ما تمكنت من تحويل الحلم إلى كابوس ثقيل يخيم على أرجاء المشهد العربي؟ أكثر من سبع سنين مضت منذ اندلاع شرارة الربيع العربي حيث هتف الشعب العربي للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية أكثر من سبع سنين خلفت في العقل الجمعي العربي إحباطا لا يرى الكثيرون معه جدوى من الثورة أو الحلم بغد أفضل بل إن البعض بدأ في التعاطي مع ما روجت له كثيرا أنظمة الحكم العربية القديمة من أن الشعوب العربية غير مؤهلة لنيل الحرية ومن ثم بات التحسر على أيام استبداد ما قبل الثورات ظاهرة ملفتة في الشارع العربي غير أن أخطر ما خلفته مرحلة الثورات المضادة هو ذلك التمزق والانقسام المجتمعي الذي أصبح يضرب الجسد العربي ضربات قاسية باتت تهدد حتى بقاء الدولة ككيان سياسي موحد وأصبح حلم سقوط الاستبداد وتحقيق الحرية مرادفا مصطلحيا للسقوط الدولة وانتهاكها جغرافيا وتفشي العنف والفوضى الأمنية وبحسب محللين فإن الأنظمة القديمة وأذرعها وحلفائها داخليا وخارجيا في مرحلة الثورة المضادة عمدوا إلى تجريم الثورة وتشويه صورة الثوار وتخوينهم حتى يتمكنوا من القضاء على فكرة الثورة وإغلاق الباب أمام أي فرصة لبعث ثوري جديد وكنتيجة لإخفاقاتها المتكررة لم تسلم قوى الثورة من الانقسامات الداخلية والخلافات البينية ما يجعل واجب الوقت بالنسبة لها رأب الصدع في البيت الثوري وخوض معركة إعادة الوعي العربي بقيمة الحرية ونبذى الفرقة والتشرذم في المجتمعات العربية استعدادا لجولة جديدة من الصراع أرحبوا بضيوف الحلقة السادة صبحي دسوقي الكاتب والصحفي السوري وهو معنا من اسطنبول وهنا في الستوديو الدكتور عمر عادل رئيس المكتب السياسي في المجلس الثوري المصري وعبر الهاتف من لندن السيد جعفر الهاشمي الباحث في الشؤون الشرق الأوسط أهلا بالجمع الكريم لو بدأنا بأهل الدار سيد عمر الآن هناك نزاع في المنطقة العربية طرفه شعوب العربية من جهة أو في بعض الدول العربية لنكون أكثر دقة والجهة الطرف الآخر هو الأنظمة السياسية هل هناك وضوح في الفكرة بمعنى بطبيعة الصراع ما الفكرة الأساسية والجوهرية التي يجري التناسع والتطاحن والاقتتال عليها في هذه المنطقة؟ على ماذا يقتتد الطرفان؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد الشعوب العربية بتقاتل على رغبتها في الوجود الوجود في كل شيء ليس فقط في مساحة السلطة ولكن الوجود أن قيمها وهويتها تبقى موجودة في المجتمع الشعوب العربية تقاتل على التاريخ اللي بيتدمر بتقاتل على الثروة اللي بتسرق بتقاتل على الأحلامها اللي ضاعت وعلى أجيال أربع خمس أجيال ربما أكتر يعني تحت الاستعباد الكامل بتقاتل على أنها تبقى شعوب حرة تخرج من الاستعمار الحقيقي والاستعمار بالوكالة تخرج من الحكم الطبقي فيه طبقة ومسيطرة في كل الأنظمة العربية سواء كانت أقليات دينية أو أقليات أرقية أو حتى طبقة اجتماعية بتحكم البلد زي مصر على سبيل المثال الجيش وفي سوريا وفي العراق وفي غيرها أصبحت المجتمعات العربية الشعوب منفصلة كنهم رعاية ولا فكرة المواطنة ولا فكرة العدالة ففيه قيم جوهرية في أي مجتمع عشان يبنى قيمتين العدل والحرية دول القيمتين المركزيتين لأي مجتمع علشان يكون حضارة لا يوجد مجتمع مستعبد استطاع أن يقيم حضارة ولا يوجد مجتمع بأتعرض للظلم يستطيع أن يقيم حضارة فنحن نقاتل على الكثير من الأشياء اللي ضعت مننا عبر 200 سنة الفاتح وواحد من المحاور الرئيسية للقتال هي الحرية طبعا الحرية مفاهمة واسعة وكتيرة وبتختلف من أيديولوجيا لأيديولوجيا لكن في أنها في حد أدنى الكل متفق عليه أن أنا يعني من حقي أن أقول رأيي كما أشاء من حقي أن أعتقد ما أشاء من حقي أن أنا يعني لها قدر من المشاركة والحرية في المشاركة السياسية والمجتمعية في حق كتير الجميع متفقة لها حتى دي مش موجودة داخل المجتمعات العربية بالعكس السلطات العربية بتستغل الخلاف الأيديولوجيا بين الناس وتحاول تظهر نقاط الاختلاف ولا تظهر نقاط الحقوق الدنيا لأي بني آدم إحنا حتى الآن في معظم الدول العربية حتى الدول الغنية المفروض أنها تمتلك قدر عالم الثروة لغياب القيمتين المركزيتين الحرية والعدل نستعرض للفقر والظلم وحتى لحكومات غير مستقرة في هذه الدول لأنها بتستعبت شعوبها أيضا بنمط أخر فنحن نقاط الخطال طويل نتيجة تراكم كبير من الفساد والظلم ومن الاحتلال بالوكالة ربما إن صح التعبير في ربما كل الدول العربية سواء الجمهوريات أو الممالك دعني أسمع رأي صبح الدسوقي من اسطنبول يعني في الموجة الثانية للتحركات العربية أو الانتفاضات العربية إذا صح التعبير لاحظنا أن الحراك في أكثر من دولة كان مطلبيا أكثر منه مبدئيا شاهدنا ذلك في الأردن وشاهدناه في مصر وحتى في تونس ألا يؤشر هذا إلى تغير في أصل فكرة الانتفاضات العربية يعني بداية علينا أن نعود إلى المربع الأول لما أطلق عليه الربيع العربي أو ثورات الربيع العربي التي انطلقت في عدد من الدول العربية أنا أقول أن تراكم الظلم تراكم الاستغلال تراكم وقد الحرية من قبل الحكام لهذه الشعوب أسهم بطريقة ما أو بأخرى بهذه الانتفاضات هذه الثورات سميها ما شئت لكنها هي محاولة لوضع العراقي أمام مسلسل العبوديات المستمر الذي امتهنه قادة الدول العربية من حكام ورؤساء وملوك وفرضوا ما يريدون فرضه على شعوبهم ويعني أمعنوا في إذلال هذه الشعوب وفرض أمور مثل الخوف يعني إما أن يخافوا وإما أن يستسلموا لما يريده الحاكم وإما هناك مصيرهم القتل أو إرسالهم خارج الملاد لكن سيد صبحي هذا كان ما تقوله هو صحيح ولكن كان فيه الموجة الأولى من التحرك الشارع العربي لكن الآن نلاحظ أن الموجة الثانية ترتكز على مطالب يعني تحركات مطلبية يريدون تحسين مستوى الدخل يريدون العودة عن رفع أسعار البترول يريدون إلى آخره ثورة مطلبية ألا يؤشر ذلك إلى تراجع مطلب الحرية لدى الوجدان الجمعي العربي إذا صح التعبير؟ يعني أعتقد أن مطلب الحرية هو مطلب إنساني لأنه هو حالة غريزية وليدت مع الإنسان لا يمكن للإنسان يعني يمكن للإنسان أن يتخلى عن الكثير من المطالب عن الكثير من الأحلام الكثير من الرغبات الكثير من الطموحات لكنه لا يمكن بطريقة ما أو بأخرى أن يتخلى عن الحرية لأن الحرية هي أثمن ما وجد في هذه الحياة لذلك الإنسان يعني يمكن أن يتخلى عن أي شيء آخر وببساطة لكنه لا يمكن أن يتخلى عن حريتهم في البدالة العربية الحرية لكن العربة تخلوا عن حريتهم عقودا من الزمن يعني هناك حالة القمع حالة الإذلال حالة العبودية حالة الضغط حالة نوع من الخداع التي مارسها الحكام العرب بأنهم يجندون ويضعون كل الإمكانيات من أجل القضية الكبرى من أجل محاربة إسرائيل كانوا يذلون شعوبهم وأي إنسان يفكر أو يجاهر بطلبه للحرية كان يحاصر وكان مصيره القتل والتعذيب وإيداعه في غيائب السجون لذلك أنا أقول أن مطلب الحرية هو المطلب الأهم قد تكون هناك يعني مرت الثورات العربية بالكثير من التراجعات نعم بفضل دخول الفصائل المسلحة بفضل دخول العديد من الأجندة التي لا تتوافق مع رغبات الشعوب ومع حلمها بالحرية والكرامة لذلك أنا أقول أن كل يعني العالم بأكمله بما فيهم حكام العرب ملوك العرب بما فيهم إسرائيل بما فيهم كل الفصائل التي حملت الأسلحة كانت مجتمعة على رغبتها بوأد الحلم العربي هي أرادت أن تقتال طموح الإنسان بتحقيق حلمه يعني لو نجحت هذه الثورات لغيرت وجه العالم لستطاعت بطريقة ما أو بأخرى أن تصير إلى مصاف الدول العظمى من خلال امتلاكها لهذه الحرية التي يمكنها من إطلاق قدراتهم الكبيرة في تحقيق الكثير من الاختراعات ومن الكثير من العلوم والوصول إلى مصاف الدول العظمى دعني أذهب إلى لندن سيد جعفر بناء على ما قاله الضيفان وبناء وهو الأهم على المعطيات الدولية والميدانية وحتى الداخلية في الدول العربية التي شهدت انتفاضات برأيك هل يمكن القول أن العرب صاروا أكثر واقعية وأن مطلب الحرية السياسية الذي يمكن أن يحدث ثورة في طبيعة هذه المجتمعات بما يمثله ذلك من تمرد على مصالح الدول الكبرى في المنطقة هل وضع هؤلاء العرب الذين صاروا واقعيين بحسب نظر بعض المراقبين هل وضعوا الحرية في مرتبة متدنية في سلم الأولويات في هذه المرحلة نعم الصوت غير واضح أرجو أن تسمعني سأعيد السؤال عليك يبدو أن الصوت غير واضح نعود إليه مرة أخرى سيد عمر عادل يعني بعدما شهدته المنطقة من أهوال وتدخل كل دول العالم تقريبا في المنطقة العربية برزت الأهمية الجيوسياسية لهذه المنطقة لكن الملاحظ أن هل الحرية الآن برأيك يعني السؤال وإن طرحناه بطريقة أخرى ما زالت مطلبا أساسيا لدى هؤلاء العرب الذين رأوا أن كل مصالح العالم تجتمع في منطقتهم شوف هذه الأصلية الحرية ليست مطلبة ده جزء من تكوين النفس البشرية لأي حد قد تقبت قد تخنق لكن الإنسان بيورد حر دي حاجة مركزية في داخله ما يقدرش يعني يتنازل عنها الأنظمة والحكومات المستبدة بتفعل كل ما تشاء أكرر العرب تنازلوا عنها بمحدد رواباتهم لم يتنازل عنها ماتتتنازل العرب منذ الأفود وهم يعيشون في ظلي أنظمة يعيشون في خداع وليس تنازل الحرية ألم يكن هناك تعذيب وهناك قتل وهناك اعتقال وهناك مصادرة لحرية الصحافة لكن لما تتكلم على مجتمع 100 مليون هكلم عن مصر على سبيل المثال فيه 50-60 ألف السجون والموتقالات ومنفصلين على الميت مليون ده يعتبروا أقلية الباقي مخدوع طبعا زي ما قال الزميل الفاضل أنه كان فيه قضايا أخرى هي القضايا المركزية وتبدى على المحرية ولكن لما يتخلوا عنها في عهد عبد الناصر لم تكن 100 مليون مصر وهناك كان مفاكرون كبار أمثال سيد قطوب كتبوا وكان هناك مستوى كبير من الوعي لدى الشارع المصري ومع ذلك هناك كانت الناس تزجوا في السجون وتقتلوا عدم الشارع إذن العرب تنازلوا عن الحرية بمحل إرادة وهذا ربما يتفق مع مقاله المفكر الجزائري الكبير مالك بالنبي قبلات الاستعمار لدى أهل المنطقة نعم لكن أنا لا أزال أرى وقد أختلف مع حضرتك في كده أن لا يوجد أحد يتنازل لحرياته في البعض وخد بالحضرتك أن إحنا لما بتتكلم على مجتمعات كبيرة مصر كان 30 مليون ساعدة الصورة الذهنية كيف بترسم الصورة الذهنية؟ الصورة الذهنية كيف بترسم الإعلام والثقافة والتعليم كل منصات الوعي وهذه المنصات بترسخ فكرة معينة وفي حجب الحرية داخل الإنسان وتغيير مفهوم على حاجة تانية لكن لا يمكن حد يتنازل عنه هو بيعتبر أنه كده حر يعني هو بيغيره المفهوم الحرية بحيث يعتبر أن في هذا المصارح هي قمة الحرية قمة الحرية لنحرر فلسطين أي قويس بس أنت بتتعامل معها مش مهم بس ده المفهوم لكن حرية وقمة الحرية أنت بقى معك تعليم مجاني قمة الحرية فبالتالي المفاهيم بتحوى بتتغير لكن لا يمكن حد يقدر يتنازل عن حرية هو بيتحط في مصار خاطئ لكن دايما فيه كتلة صابرة ومقاومة في كل مجتمع هي اللي بتعيد الوعي مرة تانية حتى لو تعرضت هذه الحرية حتى لو مثلت الحصول على هذه الحرية تهديدا وجوديا نعم لو أمنت ما كل من يؤمن بفكرة الحرية لأن الحرية جزء ملاصق للوجود إذا تنزلت عنه فتتنزل عن وجودك وهو ده الصراع للحكومات المستبدة بتحاول تعمله دايما إن هي تعمل فاصل بين الاثنين وجودك مقابل حريتك بينجحوا مع البعض لكن البعض والكثير وهنحيها هذه الكتلة بتزيد مع الوقت أن الحرية مرتبطة بالوجود الإنساني متى فقد الإنسان حريته فو فقط جزء رئيسي ومركزي من وجوده لا يمكن يكون موجود في غياب الحرية ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق أي تطور أو حتى احترام البشر ليه إلا بالحرية ويمكن اللي حصل لمفتكر سالة الدكتور مرسي انطلاقة للحرية حتى يمكن فيه ناس شاهدها بشكل سلبي كبير الناس تشتمهم بتاع لكن في النهاية كان إيه كان المجتمع المصري حسب وجود فعلاً ابتدى يكون ليه شكل متماسك وحتى المناطق اللي حوالين الشعوب واللي حوالين المصريين ابتدوا ينظروا لهذا الشعر بشكل مختلف كوحدة متكاملة وهناك من يقول بأن المصريون كان الإعلام المصري كان يردح لا يمارس إعلاماً كان يردح وعد الهواء يعني كيف شعروا بوجودهم؟ لا إلا أتكلم على فكرة الحرية نعم يعني أنت كان مجتمع حر لدرجة أن كان الإعلام زي ما عالك بطول بيردح في تلفزيونات بس مساحة الحرية الواسعة خلت فيه ناس يعني حتى مع انتقادنا ليهم بيعملوا أفعال سيئة جداً في الشارع بدعوة الحرية ده تطرف في مفهوم الحرية لكن هي يتم ضبطه لا يمكن مفهوم الحرية يضبط بإطار أمني انت سيبه ينطلق وهو المجتمع يعيد بناءنا ويضبط نفسه مرة تانية لكن الحرية المضحك هي مكون رئيسي من ربود البشر دعني أعود مرة أخرى إلى لندن أرجو أن يكون الصوت أصبح جاهزاً سيد جعفر يعني بناء على المعطيات الدولية والإقليمية وحتى ما يحصل في داخل الدول العربية وتدخل كل دول العالم في هذه الجغرافية الحساسة وبناء على ما قاله ما واجهه العرب الشعوب المتحركة المنتفضة هل يمكن القول أن هؤلاء العرب وضعوا الحرية في مرتبة متدنية ضمن سلم الأولويات في هذه المرحلة؟ هي مرة أخرى طبعاً أنا أنظر إلى البحث من زاوية أخرى أنظر بأن المجتمعات العربية نتيجة الاستبداد والاستعمار الطريقة منعوا من ممارسة فريتهم وهذه الغريبة الذاتية الجوهرية التي تطورت وتحولت إلى حق ومن ثم الآن هي تحولت إلى ضرورة لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور دونها ولا يمكن لأي شعب وللحضارة البشرية أن تحقق أهدافها ومقاصدها العليا إلا في ضمن هذا المناخ وهو مناخ الحرية ولكنما أختلف ربما مع بعض ما طرح من أنه نحن نحمل المتطور لكن معذرة معذرة سيد جعفر سيد جعفر سأعود إليك معذرة أنت تقول بأنه لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض بدون توفر هذا المناخ من الحرية لكن لدينا مثل مثل الصين مثلا الصين قفزت قفزات حضارية علمية اقتصادية كبيرة في جو من اللاحرية نعم أنا أقصد أنه من خلال الخطة والمنظومة ولكنما كضرورة اجتماعية وكتكليف اجتماعي قبل أن ننظر له بأنه حق يركن إلى الإنسان وإلى المجتمع هو ثقافة اجتماعية والمشكلة في المجتمعات العربية هي مشكلة قبل أن تكون مشكلة سيسيولوجية أساسا مشكلة سيكولوجية نتيجة الاستبداد والقهر وحتى الجمود في الخطابات والمفاهيم أصبحت المشكلة في المجتمعات العربية قبل أن تقول هي مشكلة الاستعمار هي مشكلة أنه الإنسان العربي لديه الحابمة وتقبل مفهوم الاستعمار وأيضا مفهوم الاستبداد وبالنتيجة هذه المشكلة هي مشكلة وأزمة نفسية من أين جاءت هذه الأزمة النفسية؟ الاستحرق بالتحرير وقبل الحرية من هذا المنطلق الإقامة الثورة أو حتى نهض على المنظومة السياسية قد تغير الشكل إلى المنظومة السياسية ولكنما لا تستطيع في ليلة وضحاها أن تغير الثقافة الاجتماعية حتى لو أتى رئيساً ونظاماً يحاول أن يكرس الديمقراضية ومفاهيم ومبالغ حقوق الإنسان والحرية هو لا يستطيع توقيع قدوة بجمع المتخلف أحد لا يقبل لنفسه إلا الأزاد والقبول يعني أنت أشرت إلى نقطة محورية قبل أن نذهب إلى الفاصل أريد أن أسألك كيف ترسخت هذه الحضانة للاستبداد والقابلية والحضانة للاستبداد والاستعمار وحتى ل كما ذكرت قبل قليل عند العرب من أين جاءت هذه الخصيصة؟ من أنا على كلامي الحقيقة جزء منها يعود إلى الفكر السياسي والموروث الذي ورثناه دائماً كانت المنظومة ياسيب المجتمعات العربية والإنسانية قائمة على العصبية العصبية القدادية أو حتى ما أتحدث بالعصبية المذهبية والدينية وبالتجاه في مرور أبداً اتخلق هذا التبداد وانتخلق هذا التطبيع النفسي لدى الإنسان العربي بأن يخطح هذا التبداد هذا من جانب يعني بالآخر الاستعمار نظرة الاستعمار إلى الوطس العربي والكتة العربية والأمة العربية تختلف عن نظرته إلى غير العرب لديهم دين ولديهم مذهب ولديهم طاقات كاثرة سواء اجتماعية إسانية أو سواء استفادية أو سياسية هي تختلف عن الغير وبالتجاه كانت نظر دائماًا حقيقةً تحاول أن تقطع الطريق على المجتمع العربية الإسلامية للنهور بالإسلامية بلا أن ذلك ما تكرّد سواء الثاني العرب جاء نتيجة هذين العنصرين العنصر ذات الناجح عن المنظومة الاجتماعية والعربوية والمنظومة السياسية العربية الإسلامية وعنصر أجلي وهو نجمع المطامع ومطامع الاستعمار في هذه المصط نعم سنكمل الحديث ولكن بعد العودة من فاصل قصير اشتركوا في القناة أسعدكم الله نازلنا وإياكم في الحديث عن العرب والحرية المفقودة عودة إلى إسطنبول سيد دسوقي الوطن العربي منذ ثلاثة عقود بلا ثقافة الحرية وإلى بلا مؤسسات تمارس الحرية وبلا تنشئة اجتماعية وتعليمية تقود إلى بالنهاية إلى التمتع بمفهوم واعي وناضج للحرية ألا يقود كل هذا الأمر إلى السؤال عن مدى أهمية هذا المفهوم الذي يدندن حوله بعض المثقفين العرب من برجهم العاجي بأن العرب تثور من أجل حرية بينما الوقائع تثبت يوما بعد آخر أن القضية أكثر من أقل من حرية وإنما هي قضية معيشة تريد الناس أن تعيش قبل البحث عن المعيشة قبل الحرب من أجل المعيشة قبل الحرب من أجل تحقيق الغايات الإنسانية التي يحتاجها الإنسان من أجل استكمال حياته هناك الحرية كمفصل أساسي ورئيسي يعني إذا عدنا بالذاكرة إلى التاريخ القديم هناك الكثير مما كتب عن الفارس والشاعر عن ترى ابن شداد وكيف كان يخوض تلك المعارك وتلك الحروب ولكن أشد تلك المعارك خاضها عندما قال له سيده كرة فأنت حر عندها خاض أهم معركة وأشرص معركة ويعني أعظم معركة سجلت في تاريخ عن ترى ابن شداد لأنه خاضها من أجل غاياته الخاصة من أجل حريته من أجل إنسانيته لذلك الإنسان يعني يمكن أن يتنازل عن الكثير من الأمور الدنيوية التي قد يفرضها الحاكم وقد يفرضها المدير وقد يفرضها رئيسه في العمل ولكنه لا يمكن مطلقاً أن يستكين عندما تسبب منه حريته أنا أقول خلال العقود الماضية مارس الحكام هذا الضغط الكبير على شعوبهم من أجل إذنالهم ومن أجل تركهم خانعين في بيت العبودية إلا أن الأدباء والمفكرين مارسوا الكثير من المعزوفات حول الحرية وحول مفهومها وحول أهميتها وحول تسويقها للآخر بطرقاً فنية تخلد الحرية كما يريق بها الحرية حاجة إنسانية لا يمكن الاستغناء عنها قد يميل الإنسان أحياناً كما قلت في البداية إلى الاستغناء عن الكثير من حاجاته وقد يؤجل الكثير من الخيارات لكنه أمام الحرية سيكون واقفاً بشدة وسيدافع عنها والشعوب العربية الآن يعني الثورات العربية الشعب السوري الشعب المصري الشعب الليبي الشعب اليمني دفعوا الكثير الشعب العراقي دفعوا الكثير من حياتهم من أجل الحرية يعني نحن كشعوب عربية قامت ثورتنا من أجل حرية والكرامة لم تقم من أجل رغيف الخبز قامت من أجل حاجات أسمى من أجل حاجتها إلى الحرية لذلك هذه الشعوب العربية وقفت أمامها كل حكام العالم كل طواغية العالم وحاولوا بطريقة ما أو بأخرى ولا زالوا يحاولون وأد هذا الحلم وعدم السماح للعرب بامتلاك حريتهم لأنهم عندما يمتلكون تلك الحرية سيكونون أقوى وسيرفضون كل الإملاءات الغربية التي تريد نيلة من قدراتها نعم في سياق يعني عامر في سياق تحديد حالة الشعوب العربية الآن ثم تغير في المفهوم الولائي في الولاءات لدى الشعوب العربية نلاحظ هذا جيدا في عدد من دول الحراكة العربية يعني هناك دائرة الانتماء إلى الدولة أو إلى الوطن تضيق لصالح ولاات أخرى هناك ولاة للعشيرة للقبيلة للقرية للمدينة للحزب هذه كلها ولاات تقضم من مساحة الولاء للبلد للدولة كيف يمكن أن يؤثر هذا الواقع الناشئ على إذا صح التعبير على وعي الشعوب العربية في سبيل يعني الوعي باتجاه إدراكها لأهميتها أن تكون حرة هو نشوف حيك إحنا نحن نبحث عن وطن الوطن ليس بالضرورة الدولة إمتى تبقى الدولة لما تكون دولة عادلة وبتعطيني مساحتي من الحرية نعم أما إذا تحولت الدولة لاحتلال بالوكالة أو استبداد أو أدالي القتل فأنا سأبحث عن الوطن في مكان أخر دالي لأن أي إنسان بيهرب من المناطق الظالمة والمظلمة إلى مناطق أكثر إنارة فبالتالي بيسقط مفهوم الدولة كمساواتها بالوطن مع الوقت وكل ما يزيد الاستداد كل مفهوم ده يسقط أكثر والإنسان بيبحث عن المكان اللي بيحس في وجوده لكن هذا في المحصلة تراجعهم في الوعي الجمعي لدى المحصلة لاكس أصلها الدولة ليست إله الدولة ليها وظيفة محددة إذا فقدت هذه الدولة الوظيفة المحددة والمكالة بها فبالتالي من العدالة ومن الحكمة عدم الانتمائية لأنها لا تمثل الوطن الوطن موضوع مختلف تماما الوطن إحساس ذاتي شخصي ليس مجرد مؤسسات فبالتالي هذه طريقة لتجاوز هذا الوطن الظالم هذه الدولة الظالمة والبحث عن وطن حقيقي ربما هذا المصار ينتج في الآخر أن يكون الوطن هو الدولة فعلا سواء بقى دولة كبيرة صغير مش مهم وفي الآخر نحن نحاول الدولة هي الشعب والأرض والسلطة والصيادة ثم تأمن قد يقول لك قائل أن هذا الكلام هو أقرب إلى المثالية التنظيرية منه إلى الواقع ناس كتبت وشاهدت ماذا حصل في سوريا الولاء للفصيل الولاء للقرية الولاء للعشيرة أنتج انقسامات فقية وعمودية حادة في المجتمع السوري هذا يمكن أن يعمم على باقي المجتمعات العربية يعني انحسار لفكرة شوف هكي إحنا الدولة أصبحت أداة استبداد في وضعها الحالي نعم فلازم يتم التجاوزها نتيجة التجاوز أي حاجة مستبدة وصلبة بتعمل لحالة شوية فوضى بحجمها كبير شوية مش مهم المهم إن هذا هو المصار الوحيد طب تعمل إيه يعني هل تقبل البقاء تحت استبداد وذل الأنظمة العربية طبعا لا لازم تخرج من تحتها وأول للخروج هو التمرض على الولاء أنا لا ولي هذا والإنسان بطبعه يعني يوجد في مجتمع فبالتالي لازم يوجه هذا الولاء إلى مجتمع ما هذه الفترة هي هتنتج في النهاية أولاء حقيقي لكل الأمة فيه ناس تتكلم على فكرة الدولة الإسلامية الكبيرة أو الخلافة ناس تتكلم على حاجة يعني أمور تانية مش مهم المهم في الآخر إن هذا هذه القصة ستؤدي إلى ولاءات في النهاية أنا الحقيقة بس عندي تعليق على فكرة يعني تحميل شعوب قدر أكتر من اللازم في فكرة يعني أن هما بيحبوا الاستعباد أو يعني يقبلوا هذا الوضع يعني تعليق على ما قاله جعفر الهاشمي يعني آه تفضل أرجو لاختصار أرجو آه باختصار شديد إن كل شعوب في التاريخ لو بصينا هنلاقي إن السلوكياتها بتتأثر بالاستبداد وعندما يزال هذا الاستبداد بترجع للأصل والأصول في أي إنسان واحدة من الأصول هي الحرية فبالتالي الاستبداد عائق قدام إن الإنسان يمارس إنسانيته الحقيقية مع إزالته بيعود الإنسان لطبعه فالسلطة هي المسؤولة عن قدر كبير جدا من التشوه في المفاهيم عند الناس عند الشعب وإزالة السلطة المستبدة وقدر قليل من الضبط يعني بيعيد المفاهيم لأصلاح مرة تانية بالذات لو عندنا مرجعية مش مهم هي إيه سواء سياري إسلامي المهم في مرجعية بترجع لها في مجموعة من القيم والمفاهيم هي دي بتعيد الإنسان بسرعة تاني للوضع أصلي لأنها من قيم ذاتية مخروزة مش قيم مكتسبة طيب لو ذهبت مرة أخرى إلى لندن سيد جعفر يعني باستثناء بعض المواقف والأقوال المؤثرة بهذا الخصوص هل حوت الثقافة العربية موروثاً معتبراً وذا قيمة في تمجيد الحرية وتعظيمها طبعاً الموروثة الإسلامية والعربي كجزء من موروثة الحضارة البشرية كانت الحرية مفاهمة جداً كبيرة ومساحة شادعة به بطلاً زي ما نأخذ في نظر الاعتبار الكلمة المشهورة المقولة المنسوبة إلى سيدنا عمر حينما خاطب أو في واقعة تظلم رفعها أحد المصريين الأصباط المصريين كان لديه خلاف أو رفع تظلم مع ابن عمر دعاف وجاء إليه وشكل أمر إليه والخصة معروفة حينما قال له متى تعبدتم الناس وقد ولدتمهم أحرار وحكذا نسمع هذا الخطب من سيدنا الحسين في يوصف حينما خاطب الناس وقال لهم إن لم يكن لكم دين ولا تساطن المعاد فكونوا أحراراً كيف كنتم عرباً كما تزعبوه وهذا ابن فلدون أيضاً في مقدمة حينما يشير إلى ضرورة السلطة يرى السلطة واجبها أو الدولة واجبها الأساسي هو الدفاع عن حرية وضمان حرية المجتمع أمام الناس الذين يريدون أن يتعدون ويتجاوزون على الحرية أنا حينما أتحدث عن الحرية وفي سياق ما ستفضلتم في السؤال السابق أقول بأنه حينما نحن نتحدث عن الحرية يجب أن نؤمن بمبدأ واقعي وحقيقي اسمه الحرية ليس في أدبيات منمقة وأشعار ومتاعف وأحاسيز أو أته مثلا لا أعرف حتى في الموضوع الإسلامي دائما الحرية قرد بالعبودية والعبودية بمفتوم محدد ومعين وليس بمعنى الاستعباد الذي ربما تفهمه اليوم سكل آخر ولذلك إن نؤمن بالحرية لا بد نسمح للإنسان في وقف ما تفضل ضيفكم الكريم بأن ينهم برغبته وبخياره إلى قبيلته التي يشعر بأنها تؤويه وتؤمن له مطامحه ومطالحه ومنافعه أكثر من سلسة الدولة أو حتى مذهبه أو حتى دينه أو حتى إلى ملة أخرى غير مفتته وهذا من حقه طالما نؤمن بمبدأ الحرية فلا مناصلنا إلا أن نقبل هذا معنى ذلك بأنه الضلطة والمثقف والنخد الاجتماعية والمجتمع هو المسؤول عن خلق مقومات الحرية قبل الإدعاء بالحرية وقبل رفع لواء الحرية وهذا هو مسؤولية المجتمع وليس مسؤولية المستعمر أو مسؤولية الضلطان الذي بنى طلطانه على أساس الاستبداد والاستعباد ونؤكد على هذه المسؤولية لا نريد بذلك أن نحمل المجتمعات بقدر نريد أن نلفت أنفسنا ومجتمعاتنا بأنه لا خيار في هذا العالم إلا بأنه نحن نحاول أن نصنع ونبني المنظومة التربوية التي تخلق لنا أحرارا داخل مجتمعنا يستطيعون أن يقارعوا الاستبداد والاستعمار ويغيروا واقعهم وإلا أن نبقى ننتظر بأن المستعمر يحملها بالحرية أو أنه المستبد يتغير قطره والحقيقة أرد الحرية هذا أبرو أعتقد في غاية صعوبة وهو شيء مستحيل دعني أنتقل إلى إسطنبول مع سيد صبحي دسوقي يعني ما هي الحرية التي يقاتل العرب من أجلها هل يحمل العرب مفهوما واضحا محددا ناضجا الحرية التي يقاتلون من أجلها يعني الحرية التي يقاتل الإنسان العربي من أجل حصول عليها لا تختلف كثيرا عما يعيشه الإنسان الغربي من حرية تكفل له حقوقه وأيضا واجباته أنا أقول أن الدول الغربية الدول سيد صبحي هنا نقطة قد يفى منها المغلطة يعني إذا كان العرب يقاتلون من أجل حرية كما هي محققة في العالم الغربي ثم تلتباس هنا الحرية مطلقة في العالم الغربي ولا حدود تحدها إلا في باستثناءات بسيطة هل من أجل ذلك يقاتل الإنسان العربي؟ يعني عندما يطالب الإنسان العربي بحريته وعندما قلت أنها قريبة مما يطالب به الإنسان الغربي وما حققه هذا الإنسان الغربي هذا لا يعني أن الإنسان العربي يبحث عن بعض الأمور الشكلانية التي تعني الإباحية أو تعني أمور أخرى خارجة عن سياق الأخلاق والدين الإسلامي أنا أقول أن العرب يبحثون عن حريتهم الإنسانية حريتهم في أن يختاروا نمط حياتهم شكل حياتهم قدرتهم على التعبير قدرتهم على العطاء أنا مثلاً ككاتب قصة لا يمكن لي أن أكتب نصاً قصصياً إبداعياً دون أن أغلفه بالكثير من الرموز لأنني أخشى من عين الرقيب من السلطة الحاكمة التي يمكن أن تقوم باغتيال هذا الكتاب وهذا النص واستبعاته لذلك الحرية التي نطلبها هي تلك الحرية التي تتمسك وإذا قال سيد صبحي معذرة وإذا قال لك قائل إنها قد حصل العرب على الحرية في بعض مناطقهم كما حصل في سوريا وفي اليمن وحتى في مصر وانقلب الأمر إلى انقسام فيما بينهم وتقاتل وتحول كل حزب وكل فرقة وكل فصيل إلى أمة بذاتها ألا يعني ذلك أن هذه الشعوب الآن على الأقل ليست مؤهلة لهذه الحرية كما يقول الأنظمة يعني الشعوب العربية يعني هي أكثر رقيا وأكثر نقاء وأكثر قدرة على يعني عندما تمتلك حريتها على أن تتعامل معها بذات الرقي وذات الإحساس لو عدنا إلى بدايات الربيع العربي والذي أخاف الإستعمار الغربي الذي يريد التحكم بمنطقة الشرق الأوسط بالبلدان العربية من أجل إثار بالنفط والأموال أنا أقول ما أرعب الغرب عندما بدأ مثلا في سوريا بداية المظاهرات كانت واحد 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 الشعب السوري واحد هذا أرعب الغرب أرعب إسرائيل أرعب الأقليات لذلك قام الغرب بإرسال يعني كل الإمكانياتهم من الأحزاب من أجل إجهاض هذه الثورات أرسلوا داعش أرسلوا النصرة أرسلوا البيدي أرسلوا الكثير من الأمور فقط وسهلوا لروسيا وإيران الإستلاع على سوريا وذفع الشعب السوري من أجل إلغاء فكرة أن واحد واحد الشعب السوري واحد هم لا يريدون أن يصل الإنسان السوري إلى أن يكون مع الإنسان الآخر يعني متلاسقان وقادران على الفعل وقادران على إحداث تغيير حقيقي في الحياة السورية لذلك هم يريدون مجرد حكام يتبعون لما تريده الغرب وحكام الغرب ويفرضون الإملاءات التي يريدونها ويقومون بحماية إسرائيل وتقوية إسرائيل على حساب تدمير المدن العربية وقطع الشعب العربي المسلم السني نعم ولكن كيف السبيل إلى هذه البغية العزيزة الثمنة وهي الحرية بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم أعزائي المشاهدين أعود إليك سيد عمر أنت ترى أن كل العالم القوي تقريبا الدول القوية وضعت أصابعها في الكعكة العربية أمام هذا الواقع ما خيارات الشعوب العربية المنتفضة إذا ما كانت ما زالت منتفضة ما خيارتها في مواجهة هذا الواقع المعقد شوف هو الواقع المعقد في الغالب وضعف الأدوات بيحتم عليك الهروب للأمام المقاومة لابد أن تستمر الفكرة أنه ده طريق يعني يبدو أنه حتمي للوصول للحرية لم تصل للحرية إلا عن طريق المقاومة وعن طريق هذا الضغط الكبير هو إيه اللي حصل اللي حصل أنه فيه احتمال عمالي يزيد مع الوقت إن المنطقة تتحرر فالطر يتدخل بكل قوته حرق كل كروتو حرق الجيش المصر حرق تماما حرق الجيش السوري وحرق النخب الموجودة القديمة ودخل بقواته وإيران حرقت نفسها وروسيا حرقت نفسها كتير جدا أوراق من أدوات السيطرة الخلفية تم حرقها لمقاومة الماد الثوري الموجود في المنطقة فدي أي أي مشروع للتحارف في فرنسا على سبيل المسار في الصورة الفرنسية أوروبا كلها تجمعت وحربت فرنسا نفس الكلام حصل في ثورات كبرى وإيران أظن حصل عليها ضغط كبير جدا بعد الثورة الإيرانية إذن فكل الشعوب التي تريد أن تسلق طريق التحرر لابد أن تعاني من هذه المشاكل حتى بعض الحك يعني تفضلت بيه مع الزملاء بالتعريق فكرة الانقسامات اللي حصلت والتفتيت ده جزء أصلا أنت كنت تحت استبداد كبير جدا فالمجتمع لما بيشوف نفسه تاني ده مش ميكانيزم يعني مش مكان هتزبطه بإيدك لا ده تفاعلات ومصالح ورغبات وطموه حاجات كتيرة جدا ونقاء ثوري كل حاجة كل الكلام ده بيفضي إلى الصراع ده لكن العدم اللي استرمار فيها رجعنا للإستبداد أما اللي استرمار فيه حتى وعمى شكله فهو أهون بكثير جدا من منظومة الإستبداد اللي احنا عايشنا احنا ممكن المجتمع ينشئ كوادره في نطاق محدود الحرية في نطاق محدود لكن عشان الحرية تبقى نمط مجتمعي كامل لكل الشعب لازم تستحوز على السلطة أدوات السلطة أدوات المعرفة الإعلام والثقافة وغيرها هي دي وتحررها للمجتمع فده خضير مهمة لكن سيد عادل المجتمعات الثورية الآن سواء كانت في الداخل أو حتى في المهجر أو المنفذ الاختياري مفتتة مقسمة على نفسها كيف يمكن بالورد مقاربة يمكن أن تؤسس لإدارة الصراع في المرحلة المكملة شوف حياة كنت لو أصررين على هذا الطريق اللي هو ده الطريق الوحيد لتحرير الأمة وتحرير الشوبة العربية هتنشأ نتيجة كل التفاعلات دي قيادة حقيقية لازم تنشأ لازم تنشأ قيادة حقيقية ميدانية تتجاوز كل الأديم كل الناس اللي موجودة دي دي مرحلة امتقالية للوصول للمصار الصحيح اللي هيوصلنا في النهال للحل إذن وزي ما قلت حالك ده نمط طبيعي جدا ومصار طبيعي للتوارض فكرة الصراع بين القوة وتنشأ في الآخر شيء قوي وقوة تستطيع فعلا إنها تدير المجتمع أن يحرر نفسه نعم دعني أذهب إلى لندن سيد جعفر الثورة حتى تنتصر أو حتى تسير قدما إلى الأمام الشعوب العربية ينبغي لها بنية تحتية فكرية تنظيرية علمية إلى أي درجة تلحظ أن هناك حراكا فكريا قويا وعميقا يؤسس لمزوغ أو تحقيق الحرية العربية في المدى المنظور هذا ما أردت أن أقول الحقيقة أنا لا أمن في مبدأ الثورات ولا مبدأ حتى الانتفاضات التي تقفض المنظومة السياسية أو تغيير المنظومة السياسية والحيطة على السلطة ونرى أشبال كثيرة وهي تعيد الصياغة والسداد بأشياء المختلف طيبكم الكريم تحدث عن إيران منذ أربعين عام حدثت فيها ثورة هناك نظال فقط أكثر في القرب ولكنما أين وصلت إيران الآن الآن إيران في الحظير ليس نتيجة تدخلها في سوريا وإنما نتيجة هيمنة الفكر السياسي المنغلق الأيدولوجي الضيق العصبي حول كل هذا الحراس صيلت ما يقارن قارن إلى هباء منصور وبالنتيجة أنه طالما أنه لن نبدأ من بناء الإنسان والمجتمع الذي أتطور بأنه ممكن لا نستطيع حتى أن غيرنا المنظومة السياسية عبر ثورة أو انتصاد المجتمع المتخلف لا ينتج إلا طلقة متخلفة ومن هذا المنطلق لا أريد أحمل المجتمع المسؤولية ولا أريد أن أحمل السلطة المسؤولية رغم أن الطرفين يجد أن يتاهم في بناء المجتمع ولكن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتف المتقف والنخبة المتقف والنخبة يستطيع كيف يستطيع من خلال تجهين الوعي في المجتمعات وكيف يستطيع أن يدشن الوعي طالما أنه بحد ذاته غير محرر من الموروض وطالما أنه مستعبد وطالما أنه لا يمتلك الجرأة واشتجاع أن ينتق ذاته وعصبيته وإنتماعاته بالنسبة إلى الماضي ولا يستطيع أن يقدم شيئا إلى المجتمع ولذلك نحن لدينا غير الأزمة النفسية الاجتماعية لدينا أزمة فكرية نصبوية في خضم هذا الصدام أو في خضم هذا الالتئام العالمي وتورة المعلومات والمعرفة لا أتطور بأن هناك مشكلة للمجتمعات أن تكون على خط ثمات على هذه الثورة المعرفية والتخنية والتكنولوجية ولكنما النخبة العربية ما الذي تستطيع أن تقدمه في إخضم هذه الثورة لا أتطور بأنه المتقف العربي هو الآن في مكان يستطيع أن ينقذ ذاته ينقذ موروثه أو يقدم عطاء تحسيا يغذي المجتمعات العربية وإذا ما أردت حقيقة أن نفكر حقيقة وجوهر يجب أن نفكر نهضة نهضة تنطلق قرارتها من الإنسان المثقف النقبوي بنقد الموروث كل الموروث الديني والحضاري وبالنتيجة حتى عناصر ومقاومات السلطة في المجتمعات عبر التاريخ والآن أيضا العناصر التي تنتج وتعيد طياغة السلطة في المجتمعات العربية أشرت إلى نقاط مهمة سيد جعفر معذرة أشرت إلى نقاط مهمة من ضمنها أن هناك غيابا فكريا بمعنى أن هناك أزمة فكرية يمكن أن تؤسس لي مفهوم الحرية هنا أريد أن أبني على هذا الكلام وأسأل صبحي دسوقي في ظل غياب أو في ظل هذه الأزمة الفكرية العربية ما الوسائل الكفيلة بتحقيق الشعوب العربية حريتها فقط أن أصحح ما قاله الأستاذ عمر عندما قال أن هناك محاولات لحرق الكثير من الفاعليات وضرب مثال عنها قال أنهم يحرقون الجيش السوري هم العالم بأكمله لم يقترب من الجيش السوري بين قوسين جيش نظام الأسد لقد قاموا العالم بأكمله اجتمع على وقت الشعب السوري وعلى ذبح الشعب السوري وعلى حرق الشعب السوري ولم يقترب من الجيش الأسدي بل وقف مع الجيش الأسدي ومده بالمال والسلاح سيد صبحي دعني أصحح هو يقصد فكرة الجيش السوري بغض النظر عن تمثيليته لكن لو عدنا إلى سؤالنا الوسائل الكفيلة لتحقيق أي شعب حريته في ظل وجود أزمة فكرية عند العرب يعني كما أجمع الضيفين الكريمين أن لا خيار أمام الشعب إلا السير باتجاه ما يسمى المقاومة الشعبية المقاومة المجتمعية المقاومة الإنسانية ستنضوي وستنتهي ينتهي عصر الفصائل المسلحة التي أثبتت فشلها وأثبتت أنها مجرد تابعة للدول الاستعمارية أنها قد وجدت لإجهاض فكرة الثورات العربية وفكرة الحرية لذلك لن يبقى خيار أمام الشعوب العربية إلا الاتجاه إلى المقاومة مقاومة المستعمر بكل أشكاله التي بسطت سيطرتها على الدول العربية ثانياً محاولة المقاومة أيضاً من أجل التخلص من هؤلاء الحكام الذين هم عبيد للأنظمة الغربية ومن وضعهم ومن يدعمهم هم الدول الغربية لذلك لا سبيل إلا إلى المقاومة المسلحة الشعبية المقاومة الفكرية التي يجب على الأدباء والكتاب والفنانيين والموسيقيين أن ينتهجوها وأن يكونوا بأرة إشعاع تنير الدرب أمام تلك الفصائر وتوضح الخيط الفاصل بين الحق وبين الباطل وطلب من الجميع من الشعوب العربية الاستفاف مع الحق نعم وضحت الفكرة لو سمحت لي بدقيقة سؤالي من فضلك أنا وضحت عنك الفكرة خاصة بالجيش السوري الآن القول أن المقاومة المقاومة القاومة لم يبقى أمام العرب إلا المقاومة هل هذا يبدو لك كلاماً مثالياً صعب التحقيق في ظل إعادة صياغة النظام الدولي الجديد لا بالعكس أنا شايف أننا لازلنا نقاوم ممكن اللي يحصل في العراق يعني آخر نقطة متوقعة نحصل فيها حراق هي العراق لكن حدث حراق في العراق وساعدث في مصر وسيستمر في سوريا واليمن والليبيا لن تتوقف لأن خلاص أنت وصلت المرحلة تشبع بالفساد وتشبع بالاحتلال الواضح ويعني أثبت عملياً أن كل الجيوش العربية هي أدوات للاحتلال فبالتالي ليس لنا حل إلى المقاومة والشعوب هي التي تتقاوم أشكرك شكراً جزيلاً أدركنا الوقت في ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي معي في الاستوديو عمر عادر رئيس المكتب السياسي في المجلس الثوري المصري ومن اسطنبول صبحي دسوقي الكاتب والصحفي السوري وكان معنا من لندن عبر اسكايب الأستاذ جعفر الهاشمي الباحث في شؤون الشرق الأوسط شكراً لكم إلى لقاء بمشيئة الله